والآن يا صغاري أريد منكم أن تفتحوا كتبكم على درس الكائنات الحية في مواطنها صفحة 54 لنجيب على أسئلة الكتاب السؤال الأول يعيش الجمل عادة في الصحراء فهل يوجد في الغابة جمال؟ هيا فكروا معي بالتأكيد لا لا يوجد في الغابة جمال لأنها لا تستطيع أن تعيش في هذا الموطن السؤال الثاني ما الذي يجعل بعض الحيوانات تعيش في أماكن معينة دون غيرها لأن هناك لكل حيوان خصائص معينة في جسمه لا يستطيع أن يعيش في مكان غير مكان عيشه الآن لنستكشف معا مواطن الكائنات الحية أتأمل الصور الآتية وأجيب عن الأسئلة التي تليها الصورة الأولى ما هذه الصورة يا ترى؟ أحسنتم إنها صورة بحر وفيه أسماك هل أو ماذا يحدث للأسماك إذا أخرجت من الماء؟ هيا من يجيبني؟ أحسنتم رائعين ستموت هذه الأسماك لأنها لا تستطيع أن تعيش خارج الماء إذن أريد منكم أن تسطروا وأن تكتبوا بخط جميل وواضح ستموت الصورة الثانية هل تعيش شجرة التفاح في الصحراء؟ أحسنتم رائعين بالتأكيد لا لا نجد شجرة التفاح في الصحراء لأنها لا تستطيع أن تعيش في هذا الجو الحار جدا الصورة الثالثة هل يمكن أن يقوم الجمل برحلة لزيارة الدب القطبي الذي يعيش في القطب الجنوبي أو الشمالي وهي منطقة متجمدة هل يمكن أن يحصل هذا؟ أحسنتم بالتأكيد لا فالجمل لا يتحمل الجو البارد مثل القطب الجنوبي الصورة الرابعة الأسد ماذا نسمي صوت الأسد يا ترى؟ أحسنتم نسمي صوت الأسد أو نسمي صوت الأسد زئير هل يمكن أن يتبادل الأسد مكان عيشه مع الحوت؟ بالتأكيد لا لأنه لا يستطيع أن يعيش في الماء فسوف يغرق ويموت أو لا يستطيع أن يتنفس في الماء إذن أريد منكم قبل الإجابة أن تسطروا وتكتب بخط جميل وواضح هيا ننتقل إلى الصفحة المقابلة السؤال في الأعلى ماذا نسمي المكان المناسب لحياة الكائن الحي؟ أحسنتم نسميه الموطن هيا الموطن سطلوا واكتبوا بخط جميل لنضع كلمة حفظ عند لنتعلم معا هيا نقرؤها سويا الموطن هو مكان يجد فيه الكائن الحي ما يحتاجه ليعيش كالغذاء والماء والمأوى أريد منكم أن تتابعوا الحفظ هذا التعريف سويا إذا كان لكل كائن حي موطن خاص به فما خصائص هذا الموطن؟ هيا سنتعرف على خصائص موطن الكائنات الحية نستكشف معا خصائص الموطن أختار الخصائص المناسبة لكل موطن فيما يأتي وأكتبها أسفله هيا نقرأ لكل خصائص سويا مكون من مياه مالحة مكون من مياه مالحة حارة صيفا قليلة الأمطار كثيرة الأشجار قليلة النباتات هيا لدينا هنا ثلاثة موطن غابة بحر صحراء هيا الخاصية الأولى مكون من مياه مالحة ما هو الموطن الذي مكون من مياه مالحة أحسنتم إنه البحر هيا نكتب أسفله مكون من مياه مالحة الخاصية الثانية حارة صيفا ما هو الموطن الذي يكون حارا صيفا هيا أحسنتم إنه الغابة إذن حارة صيفا قليلة الأمطار ما هو الموطن الذي خاصيته قليل في الأمطار أحسنتم إنها الصحراء قليلة الأمطار هيا نكتب سويا كثيرة الأشجار ما هو الموطن الذي يكثر بالأشجار أحسنتم إنها الغابة نسطر هنا ونكتب كثيرة الأشجار وآخر خاصية قليلة النباتات ما هو الموطن الذي يكون قليل بالنباتات أحسنتم إنها الصحراء قليلة النباتات هيا أريد منكم أن تكتبوا بخط جميل ومباضح والآن لنقرب الصفحة هيا نقرأ لنتعلم معا ونكتب كلمة حفظ الصحراء موطن جاف أمطاره قليلة يعيش فيه الجمل وأشجار النخيل الغابة موطن أشجاره كثيرة وكبيرة يعيش فيه القرد والثعلب وأشجار البلوت البحر موطن مائي مياهه مالحة تعيش فيه الأسماك والحيتان والأعشاب البحرية والآن سؤال أساعد الحيوانات على العودة إلى مواطنها بلسم خط بين الحيوان وموطنه هنا هذا الموطن يسمى البحر أحسنتم وهنا الغابة رائعين وهنا الصحراء هيا ماذا نسمي هذا الحيوان؟ أحسنتم يا صغاري إنها السحلية أين تعيش السحلية؟ رائعين إنها تعيش في الصحراء هيا أريد منكم أن تصلوا بين السحلية والصحراء الصورة الثانية ما هذه الصورة؟ إنها سمكة القرش أين تعيش سمكة القرش؟ أحسنتم إنها تعيش في البحر هيا صلوا بينها وبين البحر الصورة الثالثة إنه الفيل أين يعيش الفيل؟ أحسنتم رائعين في الغابة صلوا بين الفيل والغابة ما هذا النبات يا ترى؟ أحسنتم إنه نبات الصبار ويكون مليء بالأشواك أين يعيش هذا النبات؟ أحسنتم يا صغاري إنه يعيش في الصحراء والآن نفكر معا أبحث عن موطن البطريقي وخصائص هذا الموطن ثم أختار من العبارات الآتية ما يناسبه بوضع إشارة صح في المربع المقابل أريد أن أريكم صورة من موطن البطريق ويسمى القطبة المتجمد سواء الشمالي أو الجنوبي ويكون منيءا بالثلوج أو الجليد هيا ننظر إلى العبارات هل موطن البطريقي معتدل الحرارة؟ بالتأكيد لا إذن لن نضع إشارة صح هل نباتاته متنوعة وكثيرة؟ بالتأكيد لا نباتاته قليلة هل يغطيه الجليد؟ أحسنتم إذن سنضع إشارة صح هل تكثر فيه المراعي أو المكان الذي يوجد فيه عشب أخضر؟ أحسنتم بالتأكيد لا لا يوجد فيه عشب أخضر هل هو بارد جدا؟ نعم أحسنتم إذن سنضع إشارة صح هنا وهنا والآن سنعود للقصة في بداية الدرس هل ستساعدون في إعادة الحيوانات إلى أماكنها الصحيحة؟ هيا أولا الجمال أين يوجد الجمال؟ هل في المكان المائي أو البحر؟ أم الصحراء أم الغابة؟ أحسنتم إنه في الصحراء ثانيا القرد أين يوجد القرد؟ هل سنتم يا صغار إنه في الغابة؟ وفي النهاية الدلفين هل سنتم إنه يوجد في البحر؟ وفي النهاية أريد منكم أن تكتبوا التلخيص بخط جميل وواضح على الدفاتر وتتابع حفظه سويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته